بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الأول من الوحدة الثالثة وحدة السمنة النبوية الدرس الذي بين أيدينا للصف السابع صفحة 36 ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيت كوكتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ يوجد نشاط في بداية الصفحة يقول نبين خمسا من القيم الإسلامية التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم يريد مننا ذكر خمس قيم حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم القيمة الأولى وهي العبودية لله وحده وهي من أعظم القيم على الإطلاق قيمة عبودية الله وحده وتوحيده وتأليهه والانخلاع من عبودية الخلق والمخلوقات وثانيا الرحمة وهي قيمة حضارية عالمية عظمى وليست قيمة الرحمة في الإسلام كتلك التي يتحدث بها الغربيون والشرقيون إذ هم يعلنون رحمة الحيوان بينما هم في إضرار للإنسان في شتى بقاع الأرض لكن الرحمة الإسلامية رحمة حقيقية قائمة على القيم والمبادئ المستقامين الوحي والمطبقة تنفيذها في سلوك النبوة الأكرم وثالثا العدل العدل قيمة عظمى ومبدأ ضروري لاستقامة الحياة وأيضا يعد وتدا من أوتاد إقامة دولة الحق وضرورة للسعادة ومحور أساسي في بناء المجتمعات ودافع قوي لنهضتها وبنائها وتقدمها رابعا وكذلك جعل الإسلام من الإتقان وصفا مهما للشخصية المسلمة الفعالة فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال التي تعلوها الغفلة بل لم يقبل سبحانه من العمل إلا ما كان متعمدا ومحددا بنية صالحة ومخلصا له سبحانه لا يشرك فيه معه أحد وخامسا وأخيرا الحب فالإسلام قد اهتم بقيمة الحب أعلى من شأنها ولم يبتزل علاقة المحبة ولا اضطخها بالمعصية بل جعله طاهرا دائما وجعل من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وبذلك نكون قد انتهينا من النشاط ننتقل إلى شرح الدرس السنة النبوية تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن وقد بذل علماء المسلمين جهودا جبارة في جمعها ودراستها وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على مفهوم السنة وأنواعها وعلى أمثلة عليها مفهوم السنة النبوية السنة هو ما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أنواع السنة من خلال التعريف السابق نستنتج أن السنة النبوية تنقسم من حيث مصدرها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قولية وفعلية وأيضا تقريرية وأيضا تقريرية ورابعا صفات النبي صلى الله عليه وسلم أولا السنة القولية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى هنا تعد سنة قولية من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا سنة فعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك أفعاله في الوضوء وأداء الصلوات ومنازك الحج ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء والتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي هنا السنة الفعلية لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها من وضوء وأداء صلوات ومنازك حج ثالثا السنة التقريرية وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه من أفعال الصحابة وأقوالهم بالسكوت أو التأييد ومعنى ذلك أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل صدر من أحد الصحابة فلا ينهى عنه ولا ينكره بل يسكت عنه أو يؤيده ويستحسنه ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريزة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم السنة التقريرية إذن هي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته على أفعال الصحابة وأقوالهم إما بالسكوت أو التأييد مثال ذلك في بني قريزة عندما دخلوا وفتحوها فقالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريزة فبعضهم قاموا بالصلاة في العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريزة وبعضهم عندما انتهوا من المعركة صلوا هناك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم ولم يذكر أيهما صحيح للصلاة هناك في بني قريزة أم قبل أن يصلوا إلى بني قريزة رابعا صفاته فقد اتصف بالأخلاق الحميدة والصفات العظيمة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس هنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم اتصافه بالأخلاق الحميدة والصفات العظيمة ننتقل إلى النشاط صفحة 37 استنتج واجبي نحو السنة النبوية من الآية الكريمة الآتية قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ماذا نستنتج واجبنا نحو السنة؟ أولا الحفاظ عليها والاحتكام إلى السنة النبوية وأنه من لم يسمع كلام الله ولم يأخذ بالسنة النبوية فقد ضل ضلالا بعيدا وبذلك نكون انتهينا من هذا الدرس ننتقل إلى حل أسئلة التقويم صفحة 38 والسؤال الأول وعرف السنة القولية هي الأقوال التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية الفعلية هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية التقريرية هي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال صدرت عن الصحابة السؤال الثاني أمثل لما يأتي بمثال واحد واحد سنة قولية قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد سنة فعلية روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فتمضمض إلى آخر الحديث سنة تقريرية أنه خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأزأت كصلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجرين مرتين السؤال الثالث أصنف الأحاديث الآتية إلى سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هنا سنة قولية نين قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صدق سلمان هنا تعد سنة تقريرية ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله هنا تعد سنة تقريرية سنة قولية أربعة قالت عائشة رضي الله عنها لقد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشاء يلعبون في المسجد ورسول الله يسترني بردائه انظري إلى لعبهم هنا تعد سنة فعلية خمسة خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدان ما في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعود الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعود أصبت السنة وأزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجن مرتين هنا تعد سنة فعلية ستا عن زيد بن عاصم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمضا ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما هنا تعد سنة فعلية سبعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان هنا تعد سنة فعلية أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر